بعد ما تكلمنا عن سيرم فيتامين سي والغالبية منكم معروفة وإن شاء الله وصلتكم معلومة أنه هو السيرم المسؤول عن نظارة البشرة أني حق السؤال اللي بعده اللي كثير منكم يتساءل أو يسأله ما هو التركيز اللي نبدي فيه عشان تستفيد بشرتنا أو ما هو أفضل التركيز من سيرم فيتامين سي لأنه في تراكيز لنس ما تعرفون في 5 في أقل من 5 في 10 في 15 و 20 و 30 وهكذا طبعا دايما أقول لكل قاعدة شغذ طبعا هو كل ما كان أعلى والبشرة التحملة زين ولكن أنت مو معناته أنت بشرتش ممكن تحمل 10 و 30 أنت بشرتش عادية غير بشرتش مختلطة وغير بشرتش حساسة في بنات عندهم مردية لذلك دايما أنصح وأقول تدرجوا باستخدام سيرم فيتامين سي سواء بعد الدرمارولر أو كعناية يومية حتى لا تستخدمين الدرمارولر لذلك إذا أنت بديت بالعالي وبشرتش تحملت كان بها وممتاز ولكن إذا أنت تبتبدي وخايفة ابتدي 5 ثم أصعدي 10 20 وهكذا لين تحسين أن بشرتش استفادت من نوع معين ترجمة نانسي قنقر